إذا مارنت أن تحيا سعيداً قرير العين صدرك مطمئناً فعن شرع الإله استفت دوماً وأكثر من سؤال المصلحين فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيداً هانئاً دنيا ودينا إختي وأحبتي في الله أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه حمداً مباركاً يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كشف الله به الغمَّة وأنار به الطريق للأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أهالك نسأل الله أن يجمعنا به في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا أيها الأحبة ونحن نعيش في أحلى الأيام وأطيبها وأفضلها وأكرمها عند الله عز وجل يأتينا نداء يأتينا نداء هو من أجل وأعظم نعم الله علينا من أكبر نعم الله على عباده يناديك ربك ويقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله يقول لك إني عبدي إني قريب منك إني أستجيب لدائك أستجيب لدعائك أستجيب لما تطلبه مني بل جاء في الآية الأخرى أمر من الله وبشارة من الله وتخويف لمن لم يفعلها قال تعالى يعني وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أمر أستجيب لكم وعد وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي فضل أكثر من هذا إذن ما بينك وبين يا أخي بين أن تقضى حوائجك ويغفر ذنبك ويتيسر أمرك لماذا تبحث بعيدا وربك قريب منك أمرك أن تدعوه وأمرك أن تدلل وأنت استجيب لأمره وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل دعاء مستجاب كل دعاء مستجاب ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم كل دعاء فالصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله إذن نكثر قال الله أكثر الله خزائنه ملأ والذي ينبئك عن خزائن فضل الله عز وجل هذا الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد المهد كل هؤلاء الخلائق منذ آدم إلى يومنا إلى يوم الدين كلهم بقفوا في هذا الصعيد الواحد فسألوا كل واحد منهم مسألته مطلبه الذي يتمنى أن يناله في حياته فأعطيت كل واحد منهم مطلبه ما ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر صور تدخل بإبرة في المحيط الهادي ولا في المحيط الأطرسي ماذا تأخذ وماذا تبقى فالشاهد في الأمر يا إخواني إن لنا ربا رحيم إن لنا ربا رؤوفا إن لنا ربا يرفق بنا ويرحمنا فهو الرحيم الكريم الودود المنان ذو الجلال والإكرام فضله عميم وخيره كبير ما عليك إلا أن تعرض نفسك والآن هذه أيامنا يا أخي أيامك في رمضان أيامك في سجداتك في صلاة الليل أيامك في صيامك نعم لأنك منذ أن تمسك إلى أن تفطر وأنت في عبادة ما حابس نفسك عن الطعام والشراب وشاهوات النفس فأنت في هذه الحالة في رحاب الله عز وجل في كنف الله 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 كل من له حاجة إلى الله فهذا باب الحاجات قد فتح ادخلوها بسلام آمنين حققوا ما تريدون فربكم كريم وهو المنان لا يرد من سأله ولا يعني ولا يثقله ولا يعجزه عظيم ما سأل ربه عنا بسم الله الرحمن الرحيم أم رائد رائد من فرنسا السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام أهلاً أختي أم رائد تفضلي من فرنسا أسأل الله لك دورنا الصحة والعافية وجزاك الله وعننا خير الجزاء اللهم آمين آمين جزاكم الله خير يا أخي تفضلي بارك الله فيك عندي سؤالاً يا شيخ لو تمحتالي بسم الله يأتي السؤال الأول بسم الله السؤال الأول عن ما يطلق عليه عندنا في المغرب بإسم القرعة في المال يعني حيث تقوم مجموعة من النساء بتحديد مبلغ معين من المال ويقومنا بوضعه في حوزة واحدة منهن لا في كل شهر ثم يقومنا بإجراء قرعة فيما بينهم لتحديد من منهن سوف تأخذ المبلغ أولاً يعني في الشهر الأول ثم من سوف تأخذه في الشهر الثاني والثالث وهكذا ذوالي يعني فما حكم الشرع بهذه المسألات أبشري أبشري إي شاء الله والسؤال الثاني يا أختي نعم السؤال الثاني يا شيخ لو تمحتالي عادة أقوم بطرق ثلاث الوطر إلى الثلث الأخير من الليل يعني قبل الفجر قبل صلاة الفجر أقوم يعني عند الانتهاء من قيام الليل أقوم بصلاة الوطر ثم بعد ذلك واتبعها بصلاة بأداء صلاة الفجر ماشا في مرة من المرات لم أستيقل إلا بعد أداء صلاة الفجر ما علي يفعله في هذه الحالة هل أصل لصلاة الوطر حتى ولو أدنا المؤدين أم لا أبشري إي شاء الله تسمعي الإجابة بحول الله أم محمد من العراق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أضلي أم محمد يا شيخ أنا من قبل ثلاثين سنة من قبل ثلاثين سنة نعم ولد مرضى لي ولد مرضى مرضى شديد فذهبت به إلى أحد المراقد في قريتنا وتطوفت نحو المرقد وصليت بجانبه ركعتين وتمسحت به جهلا مني جهلا مني ونظرت لولدي أن أذبح له ديكا إذا شفية من هذا المرض ولحد الآن يا شيخ أنا لا وفيت بالنذر وأنا خائفة جدا والآن الولدي يبلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة طيب خيرا إن شاء الله يا أم محمد أبشري طيب بسم الله وعلى بركة الله اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد دلعون يا رب العالمين يا أم رائد أسأل الله لي ولك دوام التوفيق تقول ما يطلق عنه بالقرعة أو يسمونه في بعض البلاد الجمعية التعاونية عشر من النساء عشرين من النساء العدد الذي يتفقون عليه يتفقون على أن كل واحدة منهن تدفع كل شهر مبلغا من المال ويكون هذا المبلغ بالقرعة في الشهر الأول من نصيب فلانة ثم يجمعوا في الشهر الثاني وبالقرعة ظهر أنه لفلانة يعطوا لفلانة وهكذا يمر هذا المبلغ عليهن جميعا من غير زيادة أو نقصان هذا الفعل لا شيء فيه وهو أقرب ما يكون إلى باب من أبواب التعاون وجمع رأس مال يعين المتفقون هؤلاء بعضهم بعضا في أن يتجمع له مبلغ من المال يحقق فيه بعض مقاصده ليس فيه زيادة وليس فيه جهل وليس فيه حيلة واضح كل بعد ذلك بعد أن تقرأ القرى يعرفوا فلانة الشهر الأول فلانة الرابع الخامسة العاشر وكل شهر يصبونه في هذا الصندوق ويتوجه إلى فلانة وتستمر هي في دفع ما عليها إلى أن تنتهي هذا عمل لا بأس به ولا شيء فيه هو عندي من باب التعاون على البر والتقوى لا زيادة فيه ولا نقصان ولا ربا ولا جهالة ما شاء الله أختي الكريمة تقول أنا أؤجل صلاة الوتر إلى آخر الليل حقيقة يعني صلاة الوتر في آخر الليل نعمة من نعم الله وفضل من فضل الله ومن داق حلاوتها وحال حلاوة مناجات الله في ساعات السحر السحر ساعات السحر ساعات الناس نائمون وهو مستيقظ رافع يديه إلى مولاه يقول يا رب اغفر لي وارحمني ماذا تظنون ماذا تظنون أن الله يعني سيتركه لن يحقق له أمنة لا سيكون بحول الله وقوته بحول الله بفضل الله لا نتألى على الله لكن حسن ظننا بربنا أنه باب من أبواب الرجاء العظيم في أن يحقق الله لك كل أمر في حياتك ومن أعظمها أن يثبتك على الإيمان فثباتك على دينك وثباتك على إيمانك ثباتك على العمل الصالح والفتن تحيط بك من كل جانب وأنت عبد الله الذي يشكل حزمة من النور المتألق في هذه الحياة ما يشك أن ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء تقول ولكني في بعض الأحيان يؤذن الفجر وما قمت نقول من فاته ما كان قد تعود على فعله في آخر الليل من الوتر مع ما صحبه من الركعات يقضيها في الضحى متى الضحى؟ من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى قبل أذان الظهر إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق هذه الفترة اقضيها لكن لا تقضيها وترا اقضيها ركعتين مثلا أنت كنت تصلي من الليل ثلاث ركعت اقضيها أربع ركعتين ركعتين كنت تصلي من الليل خمسا اقضيها ست ركعتين 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 وهكذا بارك الله فيكم نعم يا أخي وإن شاء الله يوم محمد سأجيبك إن شاء الله أمينة من الجزائر تفضلي يا أختي أمينة من الجزائر لعلها انقطع طب عائشة من المغرب سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال يا شخ هل يجوز قطع الحيدة طيلة فترة شهر رمضان مية طفل صيام ستمي شوار فقط أبشري إن شاء الله من أجل الصيام طيب نشيب يا أخي ولا عندك عاد محمد من العراق نعم تفضل يا أخي الكريم أخي محمد الله يبارك فيك الله يسلم لك يا شيخ أنا والدي توفى مسحور نعم هل يكتب عند الله شهيد طيب تسمع الإجابة إن شاء الله جزاك الله الله يبارك فيك طيب نعود إلى أختي أم محمد من العراق أختي المباركة الطيبة أم محمد من العراق أنا أقول هذه المقدمة لأني سأقول كلاما يحتاج إلى أن نتنبه له تقولي مرض ولدك فمرت ببعض المراقد وبدأت تتمسح فيه ونذرت أن تذبح فيه ذبيحة للمرقد يا أختي هذا لا ينفعك أبدا الذهاب إلى المراقد وطلب الشفاء وطلب قضاء الحوائج عندها لا يجوز لا يجوز يا أحبة يا أم محمد يا أم محمد أنترك ربنا الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ونذهب إلى ميت لا يملك النفس حولا ولا قوة يا إخواني الله فتح لنا الباب مباشرة وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم لماذا نذهب إلى القبر نقول يا سيدي فلان سويني عند ربك كذا هذا لا ينفع والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول وهو يعلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله فلا ذهاب إلى مرقد بعد اليوم بمشيئة الله ومن أراد أن يطلب حاجة فباب ربك مفتوح ما بينك وبين الله حاجب ولا بينك وبين الله سد قد تكون أنا عاصي أنا ضعيف فأنا مقصر أنا مدني إيه وهؤلاء صالح لا صالحون لأنفسهم أرجوكم صالحون لأنفسهم اذهبوا من أجل أنت لا تذهب إلى المقبر وخاصة الرجال إلى المقبرة إلا لتدعو للميت هو أحوج ما يقول إلى أن تدعو وأنت لا أما أنت إذا أردت شيئا فربك قد قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا يقولون أن يعني ليس من العقل ولا من الفطنة إذا سئلت عنه أين مقر إذنك تقول هذه لكن بعض الناس ما يعجبه إلا أن يقول هذه إذني ليه يا أخي هذه إذنك ليه تروح بعيد خلق قريب فأرجوكم هذا النذر لا تفي به لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي فلا يعصي هذا نذر معصية الحمد لله أنك يا أم محمد لم تفعليه أبشرك أن ربك هو الذي صرفك عن هذا البلاء وولدك الحمد لله بخير وعلينا أن إذا احتجت شيء توجهي إلى الله مباشرة هذه فرصة لي يعني أني أقول هذه الكلمة التي قالت من خلال سؤال أختي أم محمد وفقها الله وبارك الله فيها يا إخوتي المراقد والهؤلاء يعني الذين قدموا إلى الله هم أحوجوا إلى الدعاء هم يحتاجون منكم أن تدعوا لهم وليسوا بقادرين أن ينفعوكم عند ربكم أبدا وربكم بابه مفتوح فإياك إياك إياك أن تترك بابا مفتوحا إلى من لا يقدر على نفع نفسه كيف كيف ينفعوك طيب فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم بارك الله فيكم فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا سعيدا هانئا دنيا ودينا إخوتي وأحبابي ها أنا ذا أعود إليكم معنى أختنا أم عبدالله من أستراليا تفضلي يا أم عبدالله السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ لو سمكت نحن عايشين بأستراليا هلأ زكاية الفتر بنقدر بنبعثها مال على سوريا زين هيدا أول سؤال بالنسبة لألي والسؤال الثاني الله يكرمك يا شيخ هلأ هون الدولة يلي ما بيشتغل بتاعتيه مبلغ معين للمصاري مساعدي هل هيدا المال يعتبر حلال كيف يا بنتي أعيدي هذا السؤال الثاني الناس العايشين بأستراليا بيقدوا مساعدات من الدولة يلي ما بيشتغل هل هيدا المال يعتبر حلال أبشري يزاك الله خيرا وإياك يا الله يحفظكم يثبتكم يا بنتي ويحفظكم يجعلكم ممثلين لدينكم على أفضل حال نعم يا أخي طيب عندنا أختنا أمينة من الجزائر لآسف عائشة من المغرب عائشة من المغرب تقول هل يجوز قطع الحيض من أجل أن تكمن صيامها يجوز للمرأة أن تأخذ من الأدوية ما يرفع عنها الحيض من أجل أن تكمن صيامها أو أن تحج بيت الله أو إلى آخره مما يتحجاج معه إلى أن تكون كاملة الطهارة لا بأس لكن نصيحتي أن لا تأخذ من الأدوية إلا بإشراف متخصصة فإن لم تجد فمتخصص يعني ما تأخذ أي علاج لأنه قد يؤثر على يعني عليك بشكل عام لا أريد أن أحدد قد يؤثر عليك فإذا أخذت هذا ما يرفع الحيض عن طريق خبيرة أو خبير متخصص أو متخصص تأخذها وأنت في أمان لا بأس به طيب أخي محمد من العراق يقول والده توفي مسحوراً هذا المسحور مظلوم ما في شك والمظلوم ما من شك أنه قتل ظلماً لأن سحر من السحر يا إخواني السحر بلاء السحر فتنة السحر فتنة والسحر ابتلاء والسحر مصيبة من المصائب التي وقعت نعم ما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله لكن مثله مثل أي نوع من أنواع الأذى فعبان يلدغه حية تفعل به ذئب ينهشه يعني واحد من الفتن ومصائب الدنيا وهذا الذي مات والسحر له فعل يعني بعضهم يقول لا السحر خيال الله قال للسحر فعل مادي مؤثر لأن الله قال ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهناك نوع من السحر مؤثر وهناك نوع من السحر خيال خيل إليه من سحرهم أنها تسعى هذا نوع من سحر الخيال لكن هناك ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه التفريق شيء محسوس قد يسحر الإنسان فيموت نقول هذا مقتول ظلما ومن قتل ظلما إن شاء الله فهو شهيد إن شاء الله طيب أبشر أم سارة من ألمانيا سارة من ألمانيا تفضلي يا أم سارة رمضان مبارك الله يباركنا ولكم في العمل الصالح آمين أنا عندي سؤال هل يجوز نفطق المال في الأطحية في اللغة الأطحة أو هي فرض نضح نضحي ومباشرة نحن في الألمانيا نقدر نضح قديوة الأطحية في مباشرة في البلاد وسؤالي هل يجوز أن نصدق المال للأهل الأهلي في مغرب أو في البلاد الإسلامية الفقراء في الأطحية أبشري أبشري إن شاء الله طيح أم آية من العراق تفضلي يا أم آية شيخي قبل فترة خبرتك الزوجي ما يصلي نعم بس لكن ما أقدر أهلي أخرب من نغيبة والنميمة ولا يحقون زوجك ما يصلي إطلاقا إطلاقا ما يصلي والصوم وأنا ما أقدر أهلي أخرب من نغيبة والنميمة يم أهلي وما أقدر رفعات يزعل عليه طيب هل هو مقر بأن اسمعيني هل هو مقر بأن الصلاة واجبة يقول الله كريم يقول الله كريم إن شاء الله صلي هل هو يقول أن الصلاة واجبة لكن أنا كسلان أنا تعبان أنا إيه 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 خير إن شاء الله ما أقدر أهجور وأروح لأهلي أهلي قبل يخضبون علي لا أستطيع يعني أدري للأهلي طيب خير إن شاء الله تسمع الإجابة خديجة من المغرب خديجة سلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمض الله بارك يا شيخ الله بارك أنا ولكم في العمل الصالح يا رب العالمين أريد أن أسألك سؤال من فضلك تفضلي يا أختي أنا حامل في الشهر الثاني وكل يوم أتقي وأكمل يومي في الشهر الثامن ولا الثاني 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 إيه نعم وكل يوم بيجي أتقي وأتقي وأكمل يومي عادي فالقيامي مقبول أمنا أبشر يا أختي إن شاء الله يا بنتي أنا أخبرك إن شاء الله طيب نعود إلى أم عبد الله من أستراليا هل لنا أن نبعث بالزكاة زكاة الفطر إلى أهلنا في سوريا طبعا أنا لا بد لي من أن أقول لكم الحكم في أصله ثم كيف يمكن أن نستثنيه الأصل أن زكاة النفس وزكاة المال تكون حيث يكون الإنسان زكاة المال حيث يكون المال وزكاة النفس حيث يدركك العيد في أي بلد أنت فيه لماذا نقول زكاة المال في البلد الذي فيه المال لأن الفقراء هم الذين وشاهدون في هذا البلد هذه الأموال فكأنهم يقول وأين حقنا نحن من الزكاة في هذه الأموال لكن هل يجوز أن أنقل زكاة مال إلى بلد آخر إذا كان ذلك البلد منكوبا وخاصة إذا كان المنكوبون من أهلي وأقاربي وأرحامي وعشيرتي نقول نقل الزكاة من بلد المال زكاة المال وزكاة النفس الذي هو زكاة للفطر نقلها إلى بلد هو أكثر حاجة وخاصة عندما يكون بينك وبينهم شيء من القرابة خالات عمات إلى آخر جيران وهم في حج لا بأس به إن شاء الله بارك الله فيك طيب تأخذ هؤلاء الذين تقول يأخذون مساعدات من الدولة في أستراليا نحن قد سبقناهم في أن يأخذوا مساعدات منا أول من سن نظام التكافل الاجتماعي وإعانة ذوي الحاجات الإسلام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كان هناك يهودي يصنع الرحة الذي يطحنون عليه وجده مرة عمر قال يا فلان كيف أنت وصناعة الرحة قال يا أمير المؤمن ضعف جسدي الآن كبرت وما عدت أستطيع قال والله لا نأخذ منك يعني الجزية الجزية ريال دينار في السنة درهم في السنة يعني ريال ما يعادل زي الريال في السنة نعم لا نأخذها منك ونتركك وقت ضعفك اضربوا له من بيت مال المسلمين ما يصد حاجته وحاجة أبنائه أعطوه من مال المسلمين وهو غير مسلم يهودي عايش في المدينة أعطوه ما يحتاجه ويغنيه فنحن الذين يخرجون إلى بلاد أستراليا أو بلاد الغرب وليس عندهم عمل وتعطيهم الدولة هذا عمل عظيم وتأخذونه لا بأس خذوه ولا بأس به بارك الله فيكم أمسار من ألمانيا هل يجوز يعني أن نرسل الأضحية تقول لا نستطيع أن نضحي هنا في ألمانيا ولكننا نرسل المال إلى بلادنا إلى بلادنا أو إلى بلاد المسلمين بدلا من الأضحية انتبهوا الله بارك فيكم أن نرسل مالا في وقت الأضحية أقل من أن نرسل مالا للأضحية لأن السنة في هذه الأيام أعظم شيء هو الثج والعج يعني حركة الحجيج في حركاتهم وذبح الأضاحي والهدي وكذلك المسلمين في ذبح الأضاحي لا بأس أن ترسلوا من قبلكم مالا إلى بلادكم أو إلى بلاد المسلمين إلى جهات مأمونة صالحة صادقة وتقولون لهم ضح عنا في بلادكم أنا أرى أن ذلك لا شيء فيه لكن لا ترسلوها فلوس صدقة ارسلوها للأضحية وبعثين ارسلوا فلوس صدقة كما شئتم يعني لكن هذه الأيام أيام الأضحية أرسلوا لهم وطلبوا منهم أن يذبحوا أضحية فيذبحوا أضحية عن فلان وعن فلان عن فلان الحي وعن فلان المتوفى لا بأس بذلك الله يبارك فيكم طيبة تفضل تفضل حبيبنا محمد من ليبيا أم محمد الله يحييك يا أم محمد شيخ على بسطتك في إجابة على الأسئلة آمين يا الله شيخي أنا عندي ثلاث أسئلة يا بس التليفون تريد من الآن أقول لك إنه قطع الله يعني أنا أسمع ها عندي ثلاث أسئلة ثلاثة أسئلة نعم السؤال الأول السؤال الأول عن صلاة السفر صلاة السفر آه كم مدتها وكم القطرة اللي أصلي فيها كأنه سفرت للزيارة مثلا قمت مئة كيلة هل أصلي مثلا صلاة القطرة السفر بس فقط طريق مسافة الطريق أو حتى عندي إقامة عند الضيوف يعني كم قطرة وعندي سجود السهو سؤال الثاني سجود السهو نعم هل أسجد بعد السهو هل أسجد ثم شاهد مرة أخرى وسلم أو أسجد وسلم أو أسجد فقط أبشري 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 قراءة القرآن أنا ندري بورد يومي بورد يومي لكن أحيانا بعد جيني هل أتوقف على القراءة نهائيا يعني عندما أتطخر أو أتم يعني أستمر في القراءة وإذا كان القراءة عن طريق موبايل طيب الله بارك فيك يا أم محمد وأسئلتك واضحة وممتازة وإن شاء الله أجيب حنيفة حنيفة يا أهلا بأختنا حنيفة وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أهل الجزائر كلهم يحبونك أرتاح لي فتاويك نسأل الله القبول والتوفيق يا رب العالمين أسألك أسألك سؤال تفضل تفقس إلا نعم دارونا إعلان على الفيسبوك هي خياتة تدريسنا عن بعد إعلان كان عن بعد أنه كل شهر خمس و ألف وخمسمية دينار بالجزائري طيب وقرنا شهر الأول وبعد تغيرت قتلنا له الشهر عد ألف وخمسمية دينار جزائري وإحنا وفقنا على الإعلان من لون أنه مئة وخمسين دينار جزائري نعم ألف وخمسين هل هنا العقد يعني هل هنا هل هي صحيحة عقدها أم يعني ظلمتنا طيب أحسنتي أبشر إن شاء وإذا كملت معها أنا موافقة عزي الشيرة يعني كذا تفتعر وموافقة عليه أسكو ونراني صحيحة أو لا تكملي معها بالمبلغ الجديد أنت موافقة عليه طيب إن شاء الله أنا أجيب إن شاء الله بيحول محمد من ليبيا تفضل أخي محمد عليه السلام وعليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك عندي استثار بالله بخصوص المرابحة الإسلامية من المصرف شراء سيارة شراء سيارة من المصرف الإسلامي أو المصرف الربوي هو لا فيش إسلامي الربوي المصرف يملك سيارة يعني واخد ممكن 300 سيارة من حوالي شهرين يملك سيارة المصرف عظيم هو المصرف اشتر سيارات من حوالي 3 أشهر ممكن 300 سيارة ما شاء الله وعيث ويبيح بالمراحة الإسلامية بس هو محاذ هو الشركة اللي اشتران منها موجودات في وسط الشركة ماذا المهم أن البنك اشتراها وأصبحت تحت تملك وتصرفه صح ايه طيب ان شاء الله تسمع الجواب محمود من الكويت فضل اخي محمود من الكويت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بس بس لك الضحية تجوز للميت ولا بس الميت صدقة بس نعم ان شاء الله نرد عليهم بإذن الله ان شاء الله تسمع الإجابة طيب بسم الله أم آية من العراق هذه التي قال الزوجي ما يصلي أولا وقبل كل شيء يا أم آية أنا أرجوك أن تبذلي جهدك أنت لأن تقولين أنا لا أستطيع أن أذهب إلى أهلي ولا أفارق زوجي لأنه سيترتب على هذا متاعب لا أطيقها ولا أستطيعها وسألتك سؤالا ربما كان مفتاح الخير إن شاء الله قلت هل هو معتقد أن الصلاة واجبة قلت نعم يقول ده بس ادعو لي إن الله يهديني وإن شاء الله الله كريم نقول هناك فرق بين من يقول الصلاة ليست واجبة هذا كافر هذا كافر لا يجزو لك أن تعيشي معه يعني أقل شيء اعتزلي عنه ما يبقى معك يعني فهمت كلامي لا أستطيع أقول أكثر من هذا لكن ما دام هو يقول الصلاة واجبة وإن شاء الله ربنا كريم وادعو لي في هذه الحالة هنا خلاف بين العلماء من العلماء من يقول إذا ترك الصلاة فقد كفر حتى ولو قال إنها واجبة ومنهم من يقول لا هذا يعتبر عاصي معصية عظيمة وأنت تبقي معه لكن ابقي معه وذمتك لن تبرأ حتى تبذلي جهدك العراق فيه أخيار العراق بلد من أهم بلاد المسلمين التي لا تاريخ عريق في هذا الدين وهي الله المستعان على أي حال فأنا فأنا أقول سيبقى عندك بفضل الله من العلماء حتى لو ذهبت أنت بنفسك الوقف السني وقلت لو أعطوني شيخا يذهب معي لينبه زوجي إلى أن يصلي ويعظه بالتي أحسن بدوني جهدك أمام الله الله يرضى عليك فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم وعندنا مجموعة أسئلنا صلى الله العون على الإجابة عليها أحبابي وإخوتي ها أنا ذا أعود إليكم معنى أختنا الكريمة خديجة من المغرب تقول هي حامل في الشهر الثاني وكل يوم تتقي وهي صائمة فماذا عليها نقول هناك فرق بين أن تتسببي أنت في استخراج القي تدخلي أصبعك هكذا وتبدأي تتهوعي يعني إذا أنت تقصدت إخراجه هذا يفطرك لكن إذا هو خرج غصب عليك نتيجة لأنك حامل وفي وضع معين الحامل يمر عليه حالات إنعم من هذه حالات يعني الدوخة حالات التقي ويأتيك بغير إرادة منك فصيامك صحيح ولا شيء فيه المهم لا تكون سبباً في إخراجه وإنما هو يظهر بقوة يعني يطلع المعدة تتحرك وتبدأ تقفث ما فيها وأن تتكمل يعني بأسنك ما بدأت أنت تتسببي في إخراجه أم محمد من ليبيا يقول صلاة السفر أولاً يا أختي يا أم محمد يعني أعطيكم فكرة مختصرة السفر الذي يجوز فيه القصر أولاً أن تكون مسافة السفر مسافة السفر ثمانين كيلو فأكثر معروف يعرف ما معنى ثمانين كيلو من هذه المدينة لهذه المدينة ثمانين كيلو خلص يجوز قصر فيها قصر الصلاة اثنين أن يكون السفر إما لطاعة الله أو سفر مباح واحد ذهب لزيارة أقاربه لزيارة أهله لطلب العلم أو كان حتى ذهب يتمشى يروح يصعد للجبل أو ينزل الوادي أو يروح يشوف البحر طيب ما لا تكون سفر معصي هذه إذا كان ذلك كذلك فالصلاة تقصر في أثناء السفر طيب وأنا ذاهب لقضاء حاجة في مدينة معينة أو في بلد معينة أو في قرية معينة وأعود إلى بيت بعد ذلك كم المدة التي يجوز لأن أقصر الصلاة وأنا يعني ساكن في هذه البلدة من العلماء من قال أربعة أيام منهم من قال ثمانية عشر يوما أي نعم منهم من قال العرف يعني ما دام أن لك بيت وأنت آت إلى هذه البلاد أو إلى هذه المدينة أو إلى هذه القرية أو إلى هذا المكان لقضاء حاجتك فيه ثم تعود مرة ثانية فمدة بقائك تقصر الصلاة بشرط ألا يزيد عن عشرين يوم عشرين لماذا نقول عشرين يوما لأن النبي عليه الصلاة السلام قصر صلاته في تبوك ينتظر أن يقابل الروم إنعم مكد حوالي تسعة عشر يوما أو عشرين يوما وعندما فتح مكة بعد فتح مكة وقبل ذهابه إلى معركة الحنين فيما الطائف الثقيف مكد حوالي عشرين يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام إذن النبي صلى الله وسلم ما أتم صلاة في سفر ما أتم صلاة في سفر كل صلواته في أسفاره يقصر الرباعية يصل الرباعية ركعتين بارك الله فيكم تتكلم اختنا عن سجود السهو متى يكون سجود السهو يكون سجود السهو إذا كان إذا زدنا في الصلاة أو أنقصنا من الصلاة أو شكينا يعني شك قوي هل أنا هذه هل هذه الركعة الرابعة ولا الثالثة هل هي الرابعة ولا الثالثة نقول لا خليها الثالثة ابني على اليقين وقم للرابعة وسجد سجود السهو طيب كيف يكون سجود السهوي أبسط لكم الأمر يجوز سجود السهوي أن يكون قبل السلام بعد أن تنتهي من التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل أن تسلم أسجد سجدتيني ثم سلم أو إذا كنت مرأة أسجدي سجدتيني ثم سلمي هذه صورة الصورة الثانية أنك تكرأي التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية ومن الدعاء وبعدين سلمي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم سجدي لسهو السجدة الأولى ثم السجدة وتجلسي بين السجدتين ثم السجدة الثانية ثم تجلسي مباشرة تقولي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني ما تقرأ التشهد بعض العلماء يفرق بين حالات الزيادة في الصلاة وحالات النقص فيقول هذه في مكانك أبدا أي حالة من الحالات الثلاث سواء كان الزيادة أو النقص أو الشك إن شئت أن تسجدي قبل السلام وإن شئت أن تسجدي بعد السلام وإذا كان السجود بعد السلام فاسجدي ثم سلمي مباشرة ولا تقرأ التشهد سؤالها الثالث قراءة القرآن تقول أنا لي ورد يومي أقرأ فيه القرآن طبعا عندما تأتيني العادة الشهرية نقول اقرأ القرآن في كل حوالك حتى عندما تكون نفسا أو تكون عليك العادة ولكن اقرأيه بحائل امسكي رداء أو جونتيات وقرأيه أما إذا كنت حاظظ في قلبك اقرأ القرآن ما الذي إنعم ما الذي يمنع من هو الذي يمنع من قراءة القرآن الجنب طيب لماذا أجزناه في الحيض وأجزناه في النفسا وما أجزناه في الجنابة أن يقرأ القرآن وعليه جنابه كنا لأن الجنابة يا أخي عليه أن يدخل الحمام يصب على نفسه الماء ويخرج ويقرأ القرآن بينما هذه التي أصيبت بالحيض ربما مكذت أسبوع أو عشر أيام والتي أصيبت بالنفسا يمكن أربعين يوما وقد تكون أكثر من أربعين يوما وهي نمنعها من قراءة القرآن لا 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 تقرأ القرآن الحائض والنفساء تقرأ القرآن من صدرها وإن أرادت أن تقرأه من المصحف فتأخذ حائلا بينها وبين المصحف وتقرأ فيه ولا بأس بذلك إن شاء الله أختنا حنيفة من الجزائر تقول أخت أعلنت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أنها تدرسنا في أمر من الأمور تعلمنا شيئا عن بعد وبعدين كانت بمئة وخمسين يعني حددوا بمئة وخمسين في شهر الأول شهر الثاني قالت مئة وخمسين طيب العقد ما دام العقد الاتفاق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بكلمة واحدة تقول لكم أنا سأدرسكم وأعلمكم هذه المهنة أو هذه الفن المعين فن طبخ فن خياطة فن كذا إلى آخر أنا أعلمكم لمدة ثلاثة أشهر الشهر الواحد بمئة وخمسين وبعدين لما جاء وحددت ثلاثة أشهر من البداية على أنا مئة وخمسين ثم جاء الشهر الثاني وقالت مئة وخمسين لا هذا خطأ هذا خطأ عليها في هذه الحالة هي لا تستحق إلى مئة وخمسين لكن المشكلة بينكم بين هذا الكم يثل لو قلتم ما نعطيك ضغطت على الزر وانتهى لكن أنتم لو كنتم بحاجة وأنتم مستعدون أن تتنازلوا وتزيدوا في المبلغ وتقولي والله أنا محتاج أني أكمل لا بأس لكن على أختنا هذه يعتبر عملها خديعة لأنها جرتكم في ترغيبكم إلى أن كنتم ما في مئة وخمسين فلما بدأتم تتعرفوا على هذه المهارة التي ستعلمكم هذا الشيء الذي ستعلمكم بدأتم يعني تستلحون لا رفعة القيمة هذا لا يجوز هي عليها لا يجوز لكن أنتم إذا رضيتم هذا إليكم لا مشكلة أخي محمد من ليبيا يقول هناك مصرف ربوي اشترى مجموعة من السيارات وهو يبيعها يا أخي إذا تحققتم وعلمتم أن هذا المصرف اشترى ثلاثمائة سيارة وسيتولى بيعها خذوا منه يعني هو في هذه الحالة المصرف عامل عملا صحيحا بعض الناس تظن عندما نقول البنوك يا أخي إنما نكره فيها الخديعة والربا لكن لو أرادت أن تفعل شيئا مثل هذه نقول جزاهم الله خيرا هذا تصرف شرعي تملكت السيارات وأصبحت السيارات في حوزتها يعني اشترتها وهي عندها موجودة واشترتها وهي لازالت غائبة اشترتها وهي أمر مجهول لم يصل بعده لا تملكتها وحازتها والنبي والنبي عليه السلام يقول لحكيم ابن حزام حديثا يمكن يكون من أعظم قواعد الاقتصاد في تعاملات الناس يقول يا حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك لكنت تريد أن تبيع هذا القلم اشتري القلم ويصبح في حوزتك خلاص اشتريت أخر أصبح ملكا بيعه بيعه حاضرا بيعه بالتقصيد بيعه بثمان بيعه بما تحب وبما يرضى به المشتري هذا المشتري دعونا سرزق الله بعضهم من بعض طيب محمد من المغرب تفضل يا أخي محمد من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يحفظكم يا أخي الحبيب يا شيخنا اتصلت بك في تاني رمضان ايه في تاني رمضان وكنت سألتك عن أنا مصاب بمرض الصرع الله مستعد غير في عندما أصلي أسهو ماذا أفعل هل هل أتمم الصلاة ولا أصلي ولا أسجد صلاة السهو أما الصلاة لا خليك معي يا حبيبي أنا وأنت الموضوع سوا أنا وأنت سوا لا تنزل السماعة أنت تذهب إلى المسجد تصلي ولا تصلي في البيت في صلاة المسجد أعرف ما أفعل في صلاة المسجد تعرف ما تفعل فإنس مشكلة ليست مشكلة طيب في المنزل في المنزل عندما أوصلي في المنزل عندما يحصل عندك سهو يا أخي خليك معي يا محمد عندما يحصل عندك سهو في المنزل هل هو كذا سهو عابر ثم تعود إلى 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 التذكر أنت تقرأ الفاتحة ثم غفوت شوي ثم تنبهت واستمرت في قراءة الفاتحة هكذا محمد أتنبه وأستمر في 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 الصلاة أي ولكن أنسى كم صليت أنسى كم صليت هل صليت الأولى أو الثانية عظيم الله يبارك فيك إذا نسيت كم صليت فابني على اليقين ابني على اليقين ابني على اليقين كم اليقين هل هي الركعة الثانية أمن أولى أمن أولى اجعلها الأولى وسجد سجود السهوي ها محمد جزاك الله خيرا الآن فهمتك الحمد لله الله يشفيك ويعافيك ويعطيك الصحة بارك الله خيرا يا شيخنا آمين 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 طيب سعيد من الجزائر سعيد من الجزائر أخي سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا بخير جعلك الله في خير ها سؤالك أخي سعيد شيخ من فضلك عندي زوج أختي لا يصلي حول قتل لا بلا لا حول لا قتل لا بلا يصلي مرة في الشهر مرة في الشهرين فقط يا شيخ آم مرة في الشهر مرة في الشهرين معنى أنه طيب إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي يا سعيد الله يرضى عليك لا أنا ودي أجب عليها السؤالين هذولين أخونا محمود من الكويت يتكلم عن الأضحية يقول إن بعض الناس يقول إن الأضحية عن الميت فقط ولا تصح إن الأضحية عن الحي ولا تصح عن الميت نقول أصلح الله حال من يقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عن محمد وآل محمد والثاني عن محمد وأمة محمد وأمة محمد من كان حيا ومن كان ميتا لأنه بعث إلى الجميع من كان من أمة محمد أي دخل دين الله وهو حي أو توفي من أمة محمد وكذلك من كان من محمد وآل محمد من الأحياء والأموات هكذا فهم كثير من أهل العلم يا أخي وبالتالي الأضحية صادقة وبما أنها تصح عن الحي تصح عن الميت والذين يقولون لا تصح إلا عن الميت يتكلفون ويمنعون فضلاً ساقه الله لأهل الفضل بعض أهل الخير في وصاياهم من أهل الفضل والخير في بلاد العالم الإسلامي يجعل في وصيته الأضحية يقول أنا تركت كذا أضحية تضحون بها عني كل عام فهذا باب سد لباب من أبواب الخير يا أخي محمد محمد من الكويت فضحي عن الحي وضحي عن الميت أخي سعيد من الجزائر الحمد لله أنه يصلي بعض الأحيان ما دام يصلي بعض الأحيان هذا عاصي ومعصيته كبيرة وعظيمة ولكنه ما كفر ما دام أنه يصلي بعض الأحيان فأنت يا سعيد وأهل الخير معك تنصحونه يا أخي وبعدين تذكروا أنا أعرف أنه في شيء من التعاب والحراج ولأنه زوج أختك وقد يترتب عليه لكن بطريقتك الذكية يا أخي إذا كان عندكم إمام مسجد محب للدعوة أو رجل صاحب دعوة أي نعم تقولوا بالله اذهب إلى فلان حاول يا أخي أن تنصحه قل له كلاما طيبا لعل الله أن يهديه وبعدين انتبهوا هؤلاء الذين يشتغلون في الدعوة إلى الله عز وجل لأقاربهم أو لغيرهم أمامهم بشرى ليست سهلة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص إلى يوم القيام يعني له مثل أجر من اهتدى على يده هذا هده الله على يده فصل هذا الذي اهتدى أجر صلاته له وكذلك مثلها الله يمنحها لمن كان سببا في دلالة إلى الله وفي الحديث الآخر لأن يهدي الله بك رجولا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ولأن يهدي الله بك رجولا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها ولأن يهدي الله بك رجولا واحدا خير لك من حمر نعم نعم حمزة من ليبيا تفضل أخي حمزة من ليبيا أخي حمزة تفضل حبيبنا أخي حمزة تفضل حبيبنا بالله الشيخ بنسرك من ليبيا نقتنا عن جاء حمزة أكثر من واحد يقول لك والله الشرب بنسرك عن الشرب في شعر رمضاني يقول لك والله الشرب قبل رمضان باربعين يوم توقف عليه هذا الناس ما فيه طبعا الشرب قبل رمضان باربعين يوم ما تشربش نقولهم ما فيش هو حرام كامل الشرب شرب ماذا شرب الخمرة الخمرة يا الشيخ أعوذي بالله من يقول أن الخمرة حلال شرب الخمرة محمزة هو مش حلال يقول لك والله أنت مفروض أنه أيوة هو موش حلال هو هم يحللوا فيه لكن نحن نقول لهم كيف أنه مفروض مفروض تشرب حرام كيف تحلل فيه معنا أنت لما تقول قبل شهر رمضان ما تشربش معنا أنت تتحلل فيه باقي السنة يعني يقول لا تشرب في رمضان وإلا بعد رمضان لا بأس به يعني قبل رمضان باربعين يوما قبل رمضان يقول لك باربعين يوم عاد يشرب أعود بالله طيب يا حمزة إن شاء الله تسمع الجواب يا حمزة أنت حمزة سمي أسد الله ورسول حمزة بن عبد المطلب فلا يخدعكم هؤلاء الكذبون علي حال ستسمع الإجابة إن شاء الله خديجة من أستراليا ما شاء الله خديجة من أستراليا السلام عليكم يا شيء وعليكم السلام أهلا بأختي خديجة من أستراليا جزاكم الله وخيرا وإياك أعطيك العافية شيخ لو سمحت عندي ثلاث أسئلة بسم الله هاته السؤال الأول السؤال الأول هو عن ذكاة الدهب أنا بأستراليا يعني الدهب العيار الموجود هون 9-14 معظم ألماس بس أنا دهبي مش ألماس يعني أنا مشتريته من السعودية من تركيا فما بعرف كيف بدي أحتوى بالذكاة هل ينحسب على سعر البلد اللي أنا فيه ولا أنه بيكون نسبة معينة والدهب يا أختي خديجة اللي اشتريته دهب للحلية ولا تبغي تتجري فيه لا معظمه للحلية وجزء بسيط مثل الدخار يعني هو فيه 85 غرام وأكثر يعني يجوز عليه الزكاة يعني أنت شريت سبائك ولا شريتي حلية أنا أريد تعرف الاثنين آه عندك سبائك للدخار وحلية تتزيني بها أي طيب أبشري السؤال الثاني السؤال الثاني بالثلث الأخير من الليل وخاصة برمضان شو أفضل شيء بالعبادة هل قراءة القرآن أو الاستغفار الصلاة يعني أنا شو أكثر شيء بقدر باخد فيه ثواب أبشري أبشري إن شاء الله والسؤال الثالث والدي بتوفي الله يرحمه ما كان يصلي الوالد الله يغفر له وما كان يصوم فأنا كيف شو بقدر أعمل حتى الله يغفر له هل بقدر صوم عنه هل بقدر صلي عنه صلى زكاة صلى فطرة شو أعمل يعني حتى أنا حبي أنه نلتقى فيه بالجنة بإذن الله يعني والدك يا بنتي طول عمره ما صلى ولا صام ولا حتى فرض واحد ما بعرف والله يعني أنا وقتلت وفى والدي كنت صغيري ما بعرفه بس اللي بعرف أنه ما ما كان يصلي يعني طبعا مؤمن موحد بيعرف أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله كان طيب حتى ما بسمع عنه من الوالدي بيحب الخير بس للأسف ما كان لا يصلي ولا يصوم طب كان يعتقد أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب ولا ما يعتقد يعني ما أدري يا بنتي الله المستحيل بلا بلا بيعرف أنه الصلاة واجب والصوم واجب يعني حتى الوالدي كانت إلي أنه كان يطلع الفطرة برمضان بس ما بعرف يعني كان يصلي في رمضان لا يطلع فطرته برمضان يطلع فطرته في رمضان نعم طيب خير إن شاء الله الله مستعان إن شاء الله حبابي بعد الفاصل أجيبكم إن شاء الله فمن يلزم لأمر أحبابي وإخوتي هانذا عود إليكم ومعي أختي خديجة من أستراليا لديها ثلاثة أسئلة سؤالها الأول والثاني يعني يسيران لكن الثالث يؤلمني كثيرا وخاصة لما يكون الإنسان قد توفي ويقول أقاربه ما كان يصلي وما كان يصوم نحن نبحث يعني أنا أكثر من الأسئلة يا إخواني حتى نسأل الله له يعني الخير نرجو له الخير فعندما تسألوني يعني يقول إن كان الرجل قد مات وهو يعتقد أن الصلاة واجبة والصيام واجب والزكاة واجبة ولكن هو يرى في نفسه قصورا ونقصا وعدم قدره على أن يؤدي هذا الواجب لسبب معين تكاسلا كذا هذا له وضع الحمد لله في بين العلماء خلاف يقولون هذا مسلم لكنه عاصي لكن من العلماء أما إذا كان يقول لا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا شيء مؤلم إلى حد كبير والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب أن ينقذه الله من أسفل النار إلى أن يكون فيه ضحضاح من نار وهو عمه الذي آوى لكنه مات ولم يصلي ولم يصب ولم يعترف بالرسالة يعني المسألة ما هي سهلة أرجوكم يعني القضية لا يظن للناس أنه والله عندنا هواية أنه نحن نكفر للناس لا الله نبحث نتمنى للناس أن يكونوا على أفضل حال فعلى حال هذا ما أقوله عن سؤال الثالث وأعود إلى السؤال الأول والثاني أختي الكريمة الذهب الذي اشتريته ينقسم إلى قسمين ذهب للإدخار والتجارة سبائك ذهبية هذه كنز لا بد من أن تزكيها في كل عام كيف تزكيها تذهب إلى السوق السوق عندكم سهل سوق الذهب يا أخي كم قيمة هذه القطعتين عندكم أنت هنا هنا في أستراليا كم قيمة هذه القطعتين كذا أخرجي من قطعتها حتى لو لم تكن منها من مالك الخاص ما يعادل قيمة الاثنين ونصف المئة من قيمتها اثنين ونصف المئة من القيمة التي حددها المتخصص سوق قيمة هذه السبائك التي عندك اليوم في سوق الذهب بكذا وكذا طلعي منها اقسميها هذا المبلغ على أربعين يخرج عندك اثنين ونصف المئة أموال أعطيها للفقراء سؤالها الثاني تقول الثلاثة الأخير من الليل ما هو الأفضل فيه الأفضل فيه الصلاة ثلاثة أمور الصلاة والدعاء وكثرة التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم عدد خلقه ولضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نعم فثلاثة أمور هي المهمة في الثلث الأخير من الليل ومنها طبعا قراءة القرآن أنا كده صليت قرأة القرآن فالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح إنعم إنعم والدعاء أسأل الله لي ولكم التوفيق نعم علي من السعودية تفضل يا أخي علي تسنيم أهلا بتسنيم من الجزائر أبشر الثلث الأخير من الليل ما يخالف أعطاني المخرجز الله خير فرصة الثلث الأخير من الليل هذا خير الأوقات في مناجاة رب الأرض والسماوات الثلث الأخير من الليل أفضل الأوقات في مناجاة خالق الأرض والسماوات لأنه يقول لك وهو في عليائي هل من تائب فأتوب عليه وإذا بيدك ترتفل قل يا رب توب علي هل من طالب حاجة قل يا رب أصلح لأولادي حقق لآمالي سخر لولدي مثلا رزقا معينا سخر لبنتي زوجا صالحا كذا يعني صلة بينك وبين الله لباب المناجاة المناجاة ربك يناديك وأنت وأنت تستجيب للذائه وتبدأ في الدعاء وفي الاستغفار وفي الرجوع إلى الله عز وجل والله يا إخواني ما الله أعطانا هذه النعمة نعمة الدعاء ونعمة ثلث الأخير من الليل هل هناك أوقات أخرى للإجابة الدعاء مثل نعم السجود كذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو وساجد بين السجدتين كذلك بين الأذان والإقامة كذلك ساعة آخر نهار الجمعة ها آخر نهار الجمعة اليوم يوم الجمعة الساعتان الأخيرتان من يوم الجمعة من أعظم أسباب استجابة الدعاء فيا ليتنا ننتبه لهذا الأمر ونستفيد منها ونقدم وردنا الليل إلى العصر ويكون يعني توجهنا إلى الله في آخر النهار الجمعة نعم يا أخي أم أحمد من السعودية تفضلي يا أم أحمد وعليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله عم الفردوس العالم يا رب اللهم آمين اللهم آمين أنا بيسأل في صلاة القيام التراويح مع الإمام نعم تفضلي بعد الركوع بعد أقول سبحانه ربي العظيم ثلاثة مرات الإمام بيطول في الركوع هل يجوز أنه أدعي أحسنتي ما شاء الله وكمان بعد التشهد مخلص التشهد كمان الإمام يطول هل يجوز كمان أدعو أيوة باش هذا السؤال بارك الله أبشري أبشري يا أم أحمد حياك الله يا علي أين أنت نحن نبحث عنك أيوة والله يرديك العافية بالله أنتبه لي بالله يا شيخ الله يبارك لي فيك قبل ما انقطع الخط يلا بسم الله الله يطول لعمرك الله يجعل ابتسامتك هذه إن شاء الله في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله قولي يا حبيبي يلا الزوجة عندي عندها 500 ألف وتبغى تخليها مناصفة بين الولد وبين البنت أبغى تكلم معك مباشرة أنا الله يرديك العافية الزوجة عندها زوجتك تاجر ما شاء الله لا لا هي عندها مبلغ شاء الله كيف بس تخليه شقة تمليك اللي هو تعقبا على سؤال حق أمس تريد أن تجعله هذا اللي هو الولد والبنت لهم إخوة أبشر من زوجة أخرى المهم المهم عندها السؤالي هو بس اللي بغى وصل لك هو إنه دحين الولد في حال ولدها إذا أتوفى تبغى هي تقول للشيخ اللي هو في المحتبة تبغى تقول له هذه فلوسي والولد عندي إذا توفى من حقي إنها هذه فلوسي أخلي أشقة بكاملها للبنت يعني الإخوة اللي هم غير أشقة اللي هم من الزوجة الثانية اللي هي من اللي أنا طلقتها شايف كيف ما تبغى ما تبغى هم يتقلوا معهم لأنها دفلوجة تقول تتحكم فيها فهمت عليها الشيخ أنا فهمت الله رضا عليك وأجيبك وأقول لك إن شاء الله نساء الله تفهم تبغى تقول هل أنا من حقي في الصك إن أشترط على لا لا ما حيوافقها الشيخ أبدا لن يوافقها القاضي لأنها إذا أعطت واستلم الولد هذا ما عاد تملك أن تتصرف خلاص وهبت وقبضت بس هو السؤال هل تريد أنها تعطي الولد مثل البنت تماما عندنا قولان لأهل العلم من العلماء من يقول في الحياة يجوز أن يتساوى الولد مع البنت بمعنى أنه يستطيع الأب أن يقول لولدي أعطيتك عشر آلاف وانت يا بنت عشر آلاف تمام من العلماء من يقول وانا ترى بالمناسبة أرى بأن ذلك صواب إلى أن الرسول عندما قال اتقوا الله واعدين بين أولادكم يدخل فيه الذكر والأنثى ومن العلماء يقول نقسمها تقسيم الإرث هذا يأخذ ضعف البنت لكن لو أعطت ولدها قالت يا ولدي لك من الخمسمائة ألف ميتين وخمسين ألف لك وانت يا بنت لك ميتين وخمسين ألف هذه قيمة شقة كتبت واستلموها ما تملك ترجع فيها سمير من الجزائر السلام عليكم يا شيخ أهلا أخي الحبيب سمير من الجزائر كيف حالك يا شيخ اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله والله يا شيخ عندي سؤالين يلا بسم الله هات الأول يا حبيبي سؤال هل يجوز خلال زكاة الفترة من اليوم سؤال ثاني واحد أعطاني مدلح وزكاة أعطاني المبلغ من الملوغ اللي قال لي تصدق به إلى الفقراء ايه وانا كنت محتاج أشيخ وموظف بسيط وصرفته وصرفته لي نفسك طيب خير إن شاء الله تسمع الإجابة عزامك الشيخ بارك الله فيك دعينا معك خير أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق إذن بسم الله أم أحمد من السعودية في صلاة الترويح ماذا أفعل إذا أنا والإمام أطال في الركوع ماذا أفعل هل أدعو لا الركوع يقول عليه صلاة وسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فأنت في الركوق سبحان ربي العظيم سبحان الملك القدوس سبحان من بيده ملكوت كل شيء سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ولضاء نفسه وزنة عرشه أكثره من التسبيع وتعظيم الله كذلك في التشاهد إذا انتهيت من التشاهد والصلاة الإبراهيمية والإمام لم يسلم أكثر من الدعاء لأن هذا الوقت هو من الأوقات التي يسن فيها الدعاء قبل السلام بعدما تنتهي من التشاهد والصلاة الإبراهيمية أكثر من الدعاء قبل السلام أكثر منه ولا تبقي صامتة سمير حبيبنا سمير من الجزائر يقول هيا جزء أخر الزكاة الفطر من اليوم هناك بعض العلم يقول بعد اليوم الخامس عشر جزء أنا الذي أفتي به أنه لا يجوز أن تخرج صلاة زكاة الفطر إلا قبل يوم العيد بيوم أو يومين حتى نغني الفقير في يوم العيد نعم وأنت يا أخي هذا الذي أخذته هذا يجب عليك أن تتفاهم مع صاحبتك يا أخي أنا احتجت إليها فأرسل الشيخ قالي لازم تكون قبل يوم العيد فأرسل لي مبلغا آخر حتى أعطيه للفقراء بالنيابة عنك قبل العيد بيوم أو يومين اللهم يا حي يا قيوم يا رحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله باسمك الأعظم نسألك يا الله بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا مغيث أغثنا يا ربي احفظنا بحفظك وتولنا برعايتك يا ربي يغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الجنة ورضاك ونعوذ بك من صخطك ومن نار اللهم اغفر لنا ولي والدين ووالدي والدين وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة رب لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب آتنا من لدنك فضلا ورزقا وعملا متقبلا خد بأيدينا لما يرضيك عننا يا رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين أصلح لنا النية والدرية يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الله معهدي النبي طريق هداية للحائرين هو النبراس والتبيان حقا يثبت قلبنا يحيل يقينا إذا ما رنت أن تحيا سعيدا قرير العين صدرك مطمئنا فعن شرع الإله استفت دوما وأكثر من سؤال المصلحين فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا